ولمزيد من المتابعة والتحليل المشاهدين أيضا ينضم إلينا هاتفيا السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق سيادة السفير أهلا بحضرتك طبعا في البداية ويعني زيادة وتطور في العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وبلجيكا ظهرت خلال السنوات الماضية وعززتها اليوم لقاءات سيادة الرئيس بعدد من الشركات البلجيكية كيف تقيم ذلك؟ بكل تأكيد دعينا نبدأ في الخمة التي عقدت اليوم بين السيد الرئيس وملك بلجيكا الملك فليب ليوبولد وغدا زمحة السفير التخي بأليكزاندر ديكرو اللي هو رئيس الوزراء البلجيكي طبعا العديد من الملسفات الإقليمية والتطورية لكن المؤكد تقدير كامل لسيد الرئيس وموقف مصر الداعي دائما للأمن والاستقرار في جنوب أوروبا بحر المطاطس وفي أفريقيا والمنطقة العربية وكذلك تقدير لمقامة دي مصر من جهود في مواجهة الإرهاب والهجرة غير الشرعية طبعا دعم القضايا الإسلامية وعلى رأسها القضية الفلسطينية على الصعيد السنائي يقدم السيد الرئيس في كل زيارات الكريمية مصر كفرصة استثمارية واعدة وبالتالي كان لقاءه اليوم بتحالف الشركات البلجيكية في هذا الاتصار وبيقص موضوعي التكريك وتطوير الموانئ مع سلطة ميناء أونتوان أحد من أكبر الموانئ العالمية كذلك موضوع مستهبى للقاقة كان حلا وبقوة بحثا عن فوطين صناعة الهيدروجين تكنولوجيا صناعة الهيدروجين الأخضر وقود البجيل والثقات الجديدة والمتجددة إلى وطبعا بحث الصناعات العسكرية مع الشركات البلجيكية الكبرى في حضور الفريق أحمد خالد قائد القيادة الإستراتيجية طبعا هذه اللقاءات بتعكس ليس فقط عمق العلاقات ولكن المكانة التي باتت مصر عليها سواء فيما يتعلق بالقضايا السياسية والدولية ولكن بوصف مصر فرصة كما ذكرت استثمارية هامة بحكم الاقتصاد المستقر الجهد الذي بوزل عبر نواة لإنشاء بناء تحتية عصرية حديثة على مستوى مختلف القطاعات وإذا ما أكرنا أيضا للقاءات اللي ترنت اليوم لابد من الإشارة للوقاء مع رئيس المنطس الأوروبي شارل ميشيل وتنسيق المواقف المصرية مع أوروبا بوصف أن مصر معامل الاستقرار أمني وستراتيجي لأمن واستقرار أوروبا يعني كانت المشارة الألمانية تذكر دوما أن أمن مصر من أمن واستقرار أوروبا وبالتأكيد مصر دولة فاعلة ومسؤولة ولديها أيضا صوت مسموع الآن في مختلف القضايا من قضايا الإرهاب والهجرة غير الشرعية ولكن قضايا المناخ أيضا بحق استدافئتها تفاقية الأمم المتحدة للأطراف قب 27 في شرم الشيخ في نوفمبر القادم ستقدم العالم رؤية أفريقيا ورؤية العالم المنين التي تعاني من آثار التغيرات المناخية من حسار الشواطئ ومن اختفاف درجات الحرارة وتدفع اختفاءات أسمانا باهزة علاوة على الوضع الحالي لظروف جائحة كورونا ووقع على الصابيات الأطرافية وأعمية توطين التكنولوجيا الطبية وصنعة الأمصال حماية لأبناء القارة من وطأة هابي الجائحة أيضا سيادة السفير في دوء ما تم ونقشته اليوم في تلك اللقاءات وممكن حدلك ذكرت عدد كبير منها أيضا في رأيك ما هي أبرز المجالات الواعدة التي ممكن أن تنتظر البلدين ما بين مصر وبلجيكا طبعا الصناعات العسكرية كما أوضحنا التكريك لصالح قناة السويس والحماية الشواطئ لبلجيكا باع طويل وشركاتها في هذا المجال كما ذكرت منها انتواب هو واحد من أهم الموانئ العالمية فلخبرة إدارة الموانئ ستفيد كثيرا إضافة إلى الصناعات التي يركز عليها السيد الرئيس حاليا وهي الطاقة البديلة لأنها مستقبل الطاقة ولعل من يومين كان الحديث واضحا في مؤتمر الطاقة في مصر عن هذا الملف الذي يحظى باستمام رئاسي حماية الشواطئ والطاقة البديلة والصناعات العسكرية والدفاعية والتكريك والموانئ كناها عنوين والبنى التحتية حيث تشاركنا شركات بلجيكية كثيرة في الطفرة التي شد عملية البنى التحتية في مصر وكذلك مصر تقدم أيضا نموذجا للدولة الإسريقية الناهضة التي تقدم للعالم منازج والإفريقية تحتزل سواء في موجة تغيرات المناخية أو في حياة كريمة حياة كريمة أنا بعتبرها يعني ثورة اجتماعية أن تنهض بمستقبل 58 مليون نسمة 60% من سكان مصر يعيشون في الريف فإذا ما نهض الريف نهض الاقتصاد المصري إذا ما أثري الفلاح المصري صار الاقتصاد المصري فبالتالي مصر تتعرك على كافة الأصعادة بثقل وهذا الثقل الداخلي ينعكس على حركتها الخارجية التي تحظى باحترام كان الرئيس منذ أيام قليلة في بريس في باريس في قمة محيط واحد صحيح والتقب أنا لنا بيلبوك وزيرة خارجية ألمانيا في زيارتها الأولى خارج بلادها وكاننا في الصين أيضا في افتتاح الأولينبياد الشيطري واليوم في قلب أوروبا في عقس ميطر نابدة بروكسيل يتحدث بإسم القرى الإفريقية مع شركائنا في القرى الأوروبية نعم يعني وضحت الصورة سيادة السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق كنت معنا عبر الهاتف شكرا جزيلا لك